ومعنا تليفون الأستاذة شيماء نقول ألو أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة شيماء ممكن نسأل حضرتك سؤال اتفضلي فان أنا دلوقتي وكنت ندرة ندر معين لحاجة يعني تحصل إن شاء الله لأن أنا أصوم اتنين وخميث يعني طول العمر يعني على محيط يعني فدلوقتي أنا مش قادرة أوفي بالندر ده لأسباب قهرية ولا مرضية لا أسباب صحية آه مرضية صحة آه 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 لأسباب صحية فهل علي وزر إن أنا مثلا أطلع قفار أو حاجة شوفي النذر واجب النفاذ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير لكن عندما يكون هناك يعني في عائق عندما يكون في عائق مانع بين اللي عليه ندر وبين الندر بتاعه وأعلى حاجة تمنع المرض الأسباب الصحية احنا لسا قيلين دلوقتي ربنا قال لنا في الفريضة اللي هي أعلى حاجة فريضة صوم رمضان اللهم بلغنا رمضان بخير واقبل منا الصيام في رمضان فيما مر يا رب العالمين قال إيه احنا ساقلين إيه فمن كان منكم مريضا أو على سفر يبقى إذا كان الأسباب الصحية أسباب مؤقتة بنمتنع بنتوقف عن أداء صوم الاثنين والخميس وبعدين بنبدأ بعد كده بعد المعافاة من الله سبحانه وتعالى بنبدأ نصوم تاني اثنين وخميس ولا حرج في ذلك طيب لا ده يعني سبحان الله ربنا يشفي الجميع الله ماشفي كل مريض يا رب العالمين نيجي نقول المريض الذي لا يأمل في نفسه ولكن الأمل في الله نقول له عفاك الله وشفاك وأسقط عنك ما تعهدت به بين يديك وكتب لك الأجر ما دمت حيا الله أكبر يا أستاذ الشيما يبقى طالما الواحد مش بإيده لكن كان عاقد النية ما هو الندر عقد النية وبدأنا فيه وبعدين جي عائق المرض منعني يبقى سلمت أمري المين لله يبقى الأفضل إن أنا أطمئن إن الله لا يضيع أبدا الأجر أجر الخير ليا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر